وجه رئيس عبدالفتاح السيسي باستمرار تكامل آليات العمل بين القطاعات المعنية بالدولة من أجل إضافة المزيد من المساحات الجديدة لرقعة الزراعية المستصلحة في توشكا جاء ذلك خلال اجتماع رئيس السيسي مع مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانية ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وخلال اجتماع آخر وجه رئيس السيسي بتعزيز جهود توطين الصناعة ونقل تكنولوجيا تطبيقية في مجال البصريات على نحو أن يسهموا في استغلال المواد الخام المتوفرة محليا والحد من الاستراد وتوفير العملة الأجنبية اجتمع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانية واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي والمخطط الزمني لمشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية وقد تم في هذا الإطار استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات استصلاح الأراضي الجاري زراعتها في جنوب الوادي بتوشكا وكذلك الخطوات التنفيذية للمشروعات الزراعية المستهدفة مستقبلا بالمنطقة وما يتعلق بالبنية الأساسية اللازمة لدعم تلك المشروعات خاصة محطات الرفع الأملاقة وشبكات المياه وخطوط الري وذلك بالتعاون والتنصيق مع مختلف الجهات الحكومية المعنية وقد وجه السيد الرئيس باستمرار تكامل آليات العمل بين القطاعات المعنية بالدولة من أجل إضافة المزيد من المساحات الجديدة للرقعة الزراعية المستصلحة في توشكا مع تطوير نظم الري والوسائل الزراعية التي تتناسب مع طبيعة المنطقة وفيما يتعلق بالمشروعات الإنشائية والمعمارية تم استعراض الموقف التنفيذي لعدد من المنشآت بالعاصمة الإدارية الجديدة خاصة مقر القيادة الاستراتيجية فضلا عن منطقة البنوك بحي المال والأعمال وأضف المتحدث الرسمي أن اللواء أحمد العزازي عرض أيضا الموقف التنفيذي للمشروعات الاستثمارية في محافظة ضمياط والمتعلقة بتطوير بعض المواقع بكورنيش المحافظة على نهر النيل والتي تتضمن أنشطة خدمية وتجارية واستثمارية ومجمعات سكنية حديثة كما شهد الاجتماع كذلك عرض الموقف الخاص بالأسواق المركزية للتجزئة بمنطقة شرق القاهرة بالإضافة إلى سير العمل في التطوير الجاري بمدينة الأمل لسيما التخطيط والتنظيم للطرق والمحاور بها وقد وجه السيد الرئيس باستمرار العمل على حصر الأراضي في محيط القاهرة الكبرى لاستغلالها سواء بتطوير العمراني أو السكني أو الخدمي بما يتكامل مع شبكة الطرق والمحاور الحديثة وكذا يتناغم مع جهود الدولة لتوفير مختلف الخدمات للمواطنين فضلا عن المساهمة في استعادة الوجه الحضاري للعاصمة كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتح السيسي مع اللواء أركان حرب طارق زغلول رئيس مجلس إدارة الشركة العربية العالمية للبصريات واللواء طارق الخطيب مدير المشروعات بالشركة لاجتمع شهد استعراض المشروعات الحالية والمستقبلية للشركة العربية العالمية للبصريات بالشراكة مع الخبرات العالمية العريقة في مجال تكنولوجيا البصريات والإلكترونيات وتطبيقاتها في الأنظمة الدفاعية وقد وجه السيد الرئيس في هذا الإطار بتعزيز جهود توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا التطبيقية في مجال البصريات على نحو يساهم في استغلال المواد الخام المتوفرة محليا والحد من الاستيراد وتوفير العملة الأجنبية كما وجه سيادته كذلك بالاهتمام بشق التدريب والتأهيل العملي والفني في إطار التعاون مع الخبرات العالمية العريقة وذلك لإعداد كوادر بشرية رفيعة المستوى في تلك المجالات الدقيقة المتخصصة